من الهدى واسهل واسرع الاقتراحات اللي تنحضر في هاد الصيف هو الكريب كيجي رائع جدا كتحضروا تقدروا به القودة والعشا وتقدروا من خليط واحد تخرجوا الحلو والمالح انا غنديروا معاكم مالح للعشا تقدموه معاش مبغيتو كيجي ولا اروع وفاش تنضير هاد الكريب تنضيروا شوية بكمية كتيرة اذا كنا اسرا كبيرة ركيجي القياس هو هادك واذا كنتو اسرا صغيرة بحالي كتقدروا تديروا منو وتحتفظوا منو راه تاكلوا يدكوا بعليه كيجي كيحبق على بركتي اللهم بدأوا بالحشوة عدنا فلفل احمر فلفل اخضر الباصل شحرتهم مع شوية ديال الزيت وشوية ديال المليحة بعد ما كيتشحرو زدجوج مربعات ديال الشعرية ديال الارز اي 125 جرام اللي رطبتها في المود ووستها في الهاشوار سنخلطها معهم مزيان ونخلي على جانب لوزنت بلو دجاج عندي هنا صدر ديال دجاج كاملو تقريبا 1-400 جرام عندي متبل بالكامون هريسة الحلوة كنتحضرتها معاكم تقدروا تعاوضوها بالهريسة الحارة او بالبابريكا ايبزار الملح الخرقوم اه قصبور ومعد نوس تو وفي الاخر كان زيد معي القاة كبيرة ديال الصوجة تنخلطوا الكل بشكل جيد كان عندكم الوقت تقدروا تخليوها دجاج يتشرب انا مباشرة دست كان شحروا في شوية ديال الزيت من هنا تكون شوية مرتفعة باش مكي يتشرب الماء ويكون مقطع رقيق ما يكونش تجاج غليدا نضيف التجاج من بعد ما شحرنا على الفلفل والباسل اللي خلطنا مقبل مع الشعرية وتنخلط مزيان وتنضيف في الاخر معي القاة ديال الزعتار والفرماج اي نوعية كان عندكم ديال الصندويج فرماج احمر مو تزاريلا اي نوع ديال اللجوم نخلي الحشوة على جانب وهنا غدي نحضروا الخليط ديال الكريب نحتاجوه في نصف لترو ديال الحليب تنخلي واحد شوية ديال الحليب نضيفه على جوج المعالقة ديال الزبدة تقريبا هكاك واحد ثلاثين جرام وتنوضع عدك الزبدة الدوب على الحليب اللي وضعت في الخلط وضعت جوج حبات ديال البيض معي القاة صغيرة مع عمراش بالملح شوية اعشاب مونسيما مثلا انا عملت الزعتر وعملت المعد نوس موجفاف وعملت اليبزر تقدروا تديرو غير الزعتر وليبزر تنخلطو بشكل جيد غدي نضيف الزبدة اللي دوبت مع الحليب تقدروا الزبدة دوبتها غير بوحديتها تقريبا مي غاد دوبت الزبدة غتعطيكم جوج معالك يعطو تقريبا اكدك واحد نصف كاس الزبدة اي نوعية ديال المارغارين ديال الاكل ديال العولاب اي اي زبدة عندكم خلطنا بشكل جيد بعد مما ضيفنا الزبدة اللي دوبناها مع الحليب وغادي نضيفه جوج كيسان ديال الدقيق جوج كيسان اي مئتين غرام القياس بكاسد العنباء وزيت واحد القبيصة ديال السكر كاتبقه اختيارية وكنزيدو معلقة كبيرة ديال زيت نباتي او زيت الزيتو اللي كان متوفر كنطحنو بشكل جيد وتنصبو الخليط ديالنا في ايناء وتنخلي واه يرتاح بين خمسة وعشرة ديال الدقيق على حسب الوقت اللي عندكم والخليط كيف لحتو معايا كيكون خفيف دا بفاش غندوزن طيبو كنخلط الخليط مزيان تنجيبو واحد الميقلات اللي تكون غير لاسيقة تندهنو هدهين اللولة بشوية ديال الزبدة او الزيت اه غير هكا المقلة بش كتفادو انهي تلصق ليكم وكن وضعو الخليط ديال الكريب غير شوية كنعملو ديال الخليط وتنوزعوه رقيق في الميقلات سافي غير تيبدو ديالجواني بيطلعو وكنقلبو الكريب ديالنا هو كيضبو احنا كنقلبو بش هكا كيت تنفاخ وكيجي هكا موراق كيجي كل فوقاعد ديالفوقاعد فاش كنعمروه كيعطينا بحل كيجي بحل الورقة وكل مكان رقيق كيجي زوي سافي كل مره 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 كندهن مش يف كل مره ندهن المقلة وكن وضعو الخليط كنوزعوه رقيق في المقلة وكنطيب الكريب هكا من الجيهاتين نخليوه غير مدهب وصافي كنستمرو حيدا مروحي دكي طيب ما شاء الله بسرعة متى ياخد ليناش الوقت وكيجي كريب اللي رائع جدا تقدروا تعتمدو هاد الوصفة في الحلوك وفي المالح الفرق غير في المالح كنعملو الزعتار الليبزار وفي الحلو كنعملو الكمية ديال الملحة قليلة وكنعملو السكر والفاني باش كننسمو وما نقول لكم شكيف كيجي رائع خفيف بزاف وبنين كتار مكتصورو مكتجيش نهائيا زفورية ديال البيض من بعد مما طيبت كيكون علي هاد الشكل وما ما شاء الله كنحصلو كتار من 15 وحيدة وبالنسبة القطر ديال المقلة كمية أكثر وكيت المقلة ستحصل على كمية أكثر كيفية ستحصل على كمية أقل حدد الوحدات ولكن الحجم ديال بريوا كريب كيجي كبير كنجيبو الورقة ديال الكريب نضع كمية من الحشو في الواسط نضيف الفرماج نضيف الفرماج نضيف الفرماج نضيف الفرماج نضيف الفرماج نضيف السموط أضع الكريب و نقسمه على جوش و نضع الحج و نشكله على شكل متلات و نضع الجبل او لجبن الصاندويش و تنطوي بحل هكا بحل كان نقمطو داك البريوة كان طوي الجانب الاول و كانتبتو و كانتبتو و تنطوي الجانب تاني طبيعة الحلغة نزيد معاكم حيدة اخرى باش توضح ليكم الصورة تنطبتو مزيان باش متي تتحل شي فاش مكونو كان طيبو تقدرو هكدا على سطح العمل تحطو الكريبات ديالكم تقسمو كل واحدة على جوج شوفوا معايا الكريب كنوضع الفرماج ديال الصاندويش و تنوضع كمية من الحشو كمية لبأسة بيها و من بعد كنطويل جوانب بهات الشكل باش تتحطو ديك الحشوة حاولوها كتشكلوها بيداكم بحل متلات باش تتساعدكم في جميع ديال البريوة كريب وتنتبتم مزيان بالدقيق كنطويل جانب الاول وتنتبته بالدقيق ولاحظوا معايا الحشوة كنجبها بحل متلات في الواسط ضدك النصف و كنطويل الجانب الثاني وتنتبتها كم الاسفل كتجي تماما بحل بريوة سافي مباشرا بعد ما كنتنتاهي و إذا كنتوا مثلا غادي تقدموه ذاك السع سافي غادي دوزوه في مقيلة فيها زبيدة و كتتحمروه مزيان من الجهتين و كتقدموه بصحة و الراحة ضدرتو بحالي كمية كتيرة فانا كنحتفظ به يعني منين كنعملوه كنعملها ك كمية كتيرة و كنحتفظ به و كنبقى فوق ما تشاهدو اللعشة و فوق ما بغيت سافي غادي تنجبدو و تنحمروها كم الجهتين في مقلة فيها شوية ديال زبدة و الزيت و تنقدموه مع الحار كي جي واعر بزاف تقدروا تقدموه مع الشربة ايضا كي جي واعر مع الحريرة ما بغيتو اللغي مع عصائر المهم كي بقى اقتراح اللي شباعي نفعكم بزاف بزاف لعشة كي جي واعر شباعي بنين زوين و ينفعكم ايضا حتى في الخريجة ديالكم الصيفية و في الوليدات المهم زوين بزاف 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 وبنين حشوة كتجي واعر الخالد ديال كريب كي جي من ألدو ارواع ما يكون و حتى يلا بغيتو هكا تخليوا منو واحد شوية بلا زعتر و تديروه حلو بالشكلات و في الاخر كتقسموه الخالد و جوز كتضيفوه الفاني و جوز كتضيفوه الزعتر ولا اعشاب مناسيمة فما بقى ليا الا نقول لكم جربوه بلا ما تردو را غادي يعجبكم و غادي تستمتعو به و اللي مبغاش تدير الجاج تدير الكفتاء وما بقى ليا الا نقول لكم صحة و راحة